عملكم النهاردة حباية بقلبي كده مهلبية بالكاستر تحليها سريعة وسهلة كده يارب بطريقة بتاعتها النهاردة تعجبكم يلا بقى ندخل بقى ونشوفكم المهلبية الجاملة ده عاملنها النهاردة زي مع بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حباية بعملين ايه يركتكم بصحة وخير دايما يا رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليها افضل الصلاة والسلام اهلا وسلم بكل حبايبنا اللهم وردنا دايما في دليماء فيديوهاتنا دايما على رأسنا من فوق حبايبي النهاردة هنعمل مع بعض تحليها كده سريعة وسهلة وهي مهلبية الكاستر نسمي بسم الله ونشوف بقى المقدير بتاعت النهاردة وهنعملها ازاي مع بعض لو عجبتكم بقى الوصف بتاعت النهاردة لا تنسونيش بقى اعبراعيك والشير والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل حاجة جديدة وننزلها يارا نسمي بسم الله ونشوف نقدير مع بعض معانا حبايبي حوالي كده رتلي من اللبن معانا كده نص كوباية من السكر ودتها طبعا على حسب الرهبة ممكن تزود الكمية او تقللوها ومعايا كاستر كده ومعايا ده فانيليا ممكن نستبدلها بروح الموز وممكن نستبدلها بماء الورد نسمي بسم الله ونشوف بايا الخطوات هنعملها ازاي على البتجاز كده حبايبي حطيت اللبن على البتجاز وبفضل عليك كده بواكل الفانيليا ممكن نستبدلها بماء ورد او روح الموز روح الموز بتدي الطعم للمهلبية جميل خالص بس مشكلات متوفرة عندي فستبدلتها بالفانيليا وعدها تقليبة كده وحطيت نص كوباية السكر وطبعا كمية السكر على حسب رغبة كل واحد ما بحب يسكر الحاجة اللي هو بيعملها هدها تقليبة كده لحد ما السكر يدوب هبتدي كده اللي انا فضي شوية كاستر حوال عن 4 معالق كبار كده في الطبق وممكن الكاستر نحطه على اللبن على البارد ونبتدي اللي احنا نقلي فعل بتجاز بس انا بفضل اللي انا هعمله كده في الطبق وحطه عليه شوية لبن وممكن استبدل اللبن اللي هنحطه عليه ده مجي كده في نص كوباية لبن هفق كده به الكاستر وممكن استبدله بنص كوباية من المية بس انا عالشان الكيمة الغذائية فانا حطيت نص مجي من اللبن كده بتدي اللي انا اقلب فيه لحد ما التكتلات دي تروح خالص من الكاستر هقلب فيه كويس وهبتدي اللي انا طبعا حبيب الكاستر بجهز معنا هو اللي انا اضيفه على اللبن وهنضيفه على اللبن اول ما نحس اللي انا بتده يغلي كده ياخد غلوة وفي المرحلة دي هبتدي اللي انا اقلب كويس علشان ما يكونش فيه في المهلبية اي تكتلات خالص معنا بالشكل ده كده وطبعا انا اضيفه اربع معالق بس على كله اللبن لانا انا ما بحبش المهلبية تكون يعني ربطة او جمدة اوي بحبها لها تكون كريمي كده وطريه شوية يكون الكوام بتاحها ولا هو خفيف ولا هو تقيل اوي وطبعا هفضل اقلب فيها كده لحد ما تاخد لها غلوةين على البتجاز وانا ايدي فيها كده علشان ما يكونش فيها اي تكتلات وزي ما قلتلكم ممكن نحط الكاستر على البارد اول ما بنحط اللبن على البتجاز بس انا بفض اللي انا هعمله بالطريقة ديت اللي انا هحطه في احط عليه شوية اللبن وبتدي اللي انا هضيفه على اللبن اول ما بيغلي كده حبايبي المهلبية بدأت تزبط معنا هي غلوتين كده وبتدي اللي انا هطف عليها يعني حوالي دقيقتين ثلاثة بعد ما بحط عليها الكاستر والاها اللي هي بدأت تغلي كده وبدأ القوام بتاحها يزبط معنا كده حبايبي بتافت على المهلبية بتدي اللي انا اغرفها كده في الاتباق بتاعت التقديم بالشكل ده كده وده القوام اللي انا بفضله للمهلبية وبالنسبة للمهلبية الكاستر هي مهلب يعني تحلية سريعة وسهلة ما بتاخدش مننا وقت وفي نفس الوقت اقتصادية مش مكلفة للدرجة اللي هي بالشكل ده حبايبي هاغرف كده في الاتباق كلها طبعا بغرفها اول ما بطفع عليها على طول بغرفها وهي لسه سخنة خلاص يا حبايبي كده غرفت كل الاتباع المهلبية غرفت الكمية كلها وبتدي كده لانا ازواءها بجوز الهند وطبعا التزوئ ده على حسب رغبة كل واحد لو عايزين اي نوع مكسرات تحطوه جوز الهند اه او زبيب او اي حاجة انتم فاضلوا تعملوها زواءوا بيها وهبتدي لانا احط فوق جوز الهند كده كريز ده طبعا التزوئ ده اختياري على حسب زوء كل واحد فينا وعلى حسب رغبة كل واحد فينا هبتدي لانا ازواءها كده بالكريز والطبع التاني ده هزواءها كده بشوكولاتة صغيرة كده يبقى شكل مختلف شوية عن الاطباق يا رب التاني بتاعدتي النهاردة تعجبكم في عميل الكاستر بالنسبة للطبع ده حبيبي كنت ابشره له شوية شوكولاتة كده صغيرين والتعمل شكل مختلف شوية بالشكل ده هحط عليه واحدة كريز كده وكده يا حبيبي خلصنا فيديو بتاعنا اشوفكم على خير ان شاء الله